بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا النهاردة هيكون تحديد مواد اعداد على شعاع ابناء الاعزاء في هذا الشكل المقابل اه طبعا الشعاع ووسين الشعاع ووسين يا جماعة وهو الشعاع الافقي وطبعا هو بيقول لنا ان اولاده طبعا زي ما حدادكم شايفين السفر والواحد والاثنين والثلاثة الى ما لا نهاية اه طبعا احنا عايزين دلوقتي يا جماعة نحدد النقطة الف التي تمثل العدد اربعة يلا جماعة بسرعة كده نبصوا على هذا الشعاع وفين النقطة اربعة تمام اهي موجودة يا جماعة طب يلا نظلل لها بقى يلا نحددها بهذه النقطة الحمراء الجميلة تماما جماعة ونكتب عليها بقى طبعا ايه النقطة الف طب سألني سؤال تاني بيقول لي حدد النقطة بيه التي تمثل العدد سبعة بنفس الطريقة جماعة فين العدد سبعة اهو موجود برضو يا جماعة هنحدده بهذه النقطة الجميلة ونكتب طبعا فوقيها بيه طب بيسألني السؤال بيقول لي احنا عاوزين نحسب آآ طول الف بيه طبعا يا جماعة آآ طول الف بيه هي المسافة او هي القطعة المستقيمة الف بيه يعني بمعنى اصح لو حضرتك بصيت للنقطة الف وبصيت للنقطة بيه طبعا النقطة الف بتقول انا عاوزة ان انا ازور اختي اللي هي النقطة بيه فهي هتتحرك طبعا من هذه النقطة اللي هي الف لغاية ما توصل للبيه طب تعالا جماعة كده نشوفوا الخطوات اللي هتمشيها الالف تماما جماعة هذه اول خطوة يعني خطوة تالت خطوة تمام وصلت لاختها جماعة وتقابلت الالف مع البيه يبقى الالف علشان توصل للبي هتمشي هي المسافة هتمشي المسافة اللي هي القطعة المستقيمة البي اللي هي كم خطوة جماعة اللي هي تلت خطوات يعني اللي هي تلت وحدات طبعا الولاد هيقولولي يا سيد احمد وكل ما نعوز نحسب مسافة او نحسب طول قطعة مستقيمة على هذا الشعاع لازم نمشي بالخطوات دي او لازم نعد الخطوات هقوله لأ حضرتك لو بصيت للنقطة الف تمام هتلاقيها بكام باربع وطبعا لو بصيت للنقطة بيه بكام بسبعة انت هتعمل ايه بقى هتطرح او تجيب الفرق ما بين النقطتين يعني تقول سبعة ناقس اربعة طبعا سبعة ناقس اربعة تساوي تلاتة ايضا اللي هي تلت وحدات يبقى احنا ممكن نحسبها بطريقتين بس طبعا الطريقة الرياضية بتاعتنا اللي هي طول قلب بي تساوي او القطعة المستقيمة البيت بتساوي سبعة ناقص اربعة تساوي تلات وحدات. طلب مني سؤال تاني يا جماعة بيقول لي انا عاوز احسب طول واو بيه او الكتعة المستقيمة واو بيه ايضا يا جماعة هي طبعا الكتعة المستقيمة هي المسافة ما بين الواو والبيه فقالت الواو يا استاذ احمد انا عاوز ازور اخت البيت همشي كم خطوة بتاعنا اقدم مع بعض كده تمام ادي اول خطوة التاني خطوة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمام? وصلت يا جماعة الواو اه طبعا لتزور اختها البيه بعد ان ماشيت طبعا هيه سبع اه خطوات او سبع وحدات طبعا الوحدات يا جماعة يعني ايضا يعني ممكن نقول سبع وحدات يعني ممكن تكون بالسانتي لو انا بقييس بالسانتي يبقى سبع سنتيمتر لو انا بقييس بالمتر íتي بقى سبعة متر وهكذا يبقى اه طبعا اه لو حبينا ان احنا نقيص طول واو بيه او الكتعة المستقيمة واو بيه بالطريقة الرياضية بتاعتنا بقى? خلاص. نقول الواو بكم? اه وقفة عندي كم? طبعا عندي الصف. والبه بكم يا جماعة? البيه بسبعة. يبقى نطرح طبعا يا جماعة ونجيب الفرق ما بين النقطتين? تبقى سبعة ناقص صف تساوي سبعة ايه? سبعة وحدات. معنا مثال يا جماعة بيقول فيه الشكل المقابل واوسات الشعاع الرأسي الجميل اللذيذ. اللي ماشي الفوق على طول ده طبعا. بيقول حدد النقطة الف التي تمثل العدد تلاتة. يلا يا جماعة شاور بسبعة على طول على آآ العدد تلاتة اللي موجودة على الشعاع. تمام يا جماعة? وهذه هي النقطة الحمراء التي تمثله. طبعا هي بقى ايه النقطة ايه? النقطة الف. طب طلب مني يا جماعة تاني بيقول لي. لو سمحت احنا عاوزين النقطة بيه? طبعا النقطة بيه? التي تمثل العدد تمانية. بنفس الطريقة فين العدد تمانية? تمام? هو دوت بنحط النقطة بتاعتنا. وطبعا دي اتبقى النقطة ايه? النقطة بيه. طالب مني دلوقت يا جماعة بيقول انا عاوز احسب على طول آآ طول الكتعة المستقيمة الف بيه. قلنا جماعة طول الكتعة المستقيمة الف بيه هي المسافة اللي موجودة ما بين النقطتين اللي هما الالف والبيه. ازا كان حضرتك عاوز تحسبها بالخطوات هتشوف الالف. علشان توصل لاختها البيه. هتمشي كم خطوة? يلا نعدل سرعة? اهي. واحد. نين. تلاتة. اربعة. خمس خطوات فعلا يا جماعة. لو عاوز حضرتك تحسبها بالطريقة الرياضية. وهي طبعا الطريقة اللي مية مية. هتقول طول الكتعة المستقيمة الف بيه. طبعا الالف بيه كام? بتلاتة. والبيه وقفة عند الكام? عند التمانية. بنجيب الفرق اللي ما بينهما يا جماعة? يعني بنقول تمانية ناقص تلاتة تساوي خمس وحدات تمانية. رقم دل طبعا بيصعب العملية شوية بيقول يا استاذ احمد. ازا كانت النقطة هيه. ازا كانت النقطة هيه. هي في منتصف المسافة. في نص المسافة. ما بين الواو والبيه. يا نهر ابيض. ما بين الواو والبيه. لما بنراحة كده الاول نشوف المسافة اللي ما بين الواو والبيه قدي ايه? يلا يا واو. اتحرك بسرعة. علشان نشوف الخطوات اللي هتمشيها لغاية ما تمشي طبعا لايه? للبيه. طبعا يا جماعة لو حسبت على طول ادي خطوة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. فعلا يا جماعة هي ماشي تمن خطوات. الواو علشان توصل للبيه هتمشي تمن خطوات. تمام. طب احنا بلقول ان هي بقى هي في منتصف المسافة. يعني يا جماعة هتريح بقى في منتصف المسافة علشان تاخد نفسها شوية. اه. طب احنا قلنا ان المسافة كلها تمن خطوات. او تمن وحدات. يبقى لهيه في منتصف المسافة هتكون ايه يا جماعة? تمام عند الاربعة. تمام يا جماعة? عند الاربعة هتكون طبعا النقطة هي. يبقى العدد الذي يتمثله النقطة هي? هي طبعا ايه? الاربعة. معنى مسالة جماعة. بيقول في الشكل المقابل الشعاع واوسين. هذا الشعاع الافقي الجميل. آآ طبعا بيقول لي حدد النقطة الف التي تمثل العدد واحد. يلا بسرعة شباب. فين العدد واحد? طبعا قدامنا هو. بنعمل النقطة الجميلة الحمراء ديت عليه? تمام? وبنكتب طبعا فوقي آآ الالف. طب. رجعت هنا يا جماعة بيقول لي حدد النقطة التي تمثل العدد خمسة بنفس الطريقة. فين الخمسة? تمام? يلا حط النقطة بتاعتك. وطبعا بنكتب ايها الب. آآ السؤال اللي بعده بيقول لي احسب طول القطعة المستقيمة آآ طبعا يا جماعة على طول بقى بالطريقة الرياضية بتاعتنا بنقول طول القطعة المستقيمة آآ بنشوف الالف وقفة عند الكام? عند الواحد تمام? والبيه يا جماعة عند ايه? آآ طبعا عند الخمسة بنترحم او بنجيب الفرق ما بينهم اللي هو خمسة ناقص واحد بتساوي طبعا اربع وحدات. او يا جماعة الوادي الجميل بيقول لي بيه الخطوات يا استاذ عاوزين نشوف الالف هتمشي ازاي? عبال ما توصل للبيه. عايزة كم خطوة? طبعا نعد كده يا جماعة? ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة برضو اربع خطوات يا جماعة او اربع ايه? اربع وحدات. اخر سؤال معنا ان شاء الله بيقول حدد موضع النقطة التي تنصف المسافة بين الالف وايه? والبيه. طبعا يا جماعة بالرقاحة كده. لو مشينا بالخطوات بقى يلا نمشي بالخطوات مع بعض. احنا قلنا المسافة بين الالف والبيه. عشان الالف توصل للبيه هتمشي كم خطوة? يلا نعد ادي واحد اتنين تلات اربع. طب احنا قلنا دلوقتي احنا عايزين بقى ايه? آآ يعني منتصف المسافة. يعني هتريح في منتصف المسافة هنا بقى. هتمشي كم خطوة? طبعا ما احنا قلنا لو لو المسافة كلها اربع وحدات او اربع خطوات. يبقى نصف المسافة طبعا يا جماعة خطوتين. طب الالف لو ماشيت خطوتين. يلا نعد كده. اول خطوة هتوقف عند الالتين. وتاني خطوة طبعا اللي هي الخطوة التانية اللي هي الاستراحة بقى. اللي هي منتصف المسافة. فعلا يا جماعة عند التلاتة. يبقى النقطة جيم طبعا هتقف عند التلاتة. يبقى اذا طبعا حددنا النقطة الجيمة التي تنصف المسافة ما بين الالف والبيه طبعا عند التلاتة. نشكركم على حسن المتابعة مع نفهم نتعلم بسهولة وبساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.